عائلاتها يعني أما تروح الأردن عائلات كثيرة هي أصلها في القدس أصلها في رامالله أصلها في الضفة ف شيء جميل يعني شيء زي ما كنا قاعدين هنا بنقرى القرآن كله إن ربنا يكرمنا وعربيتين بس أدوية يدخلوا لإخواننا في غزة ووصلنا النهاردة لأكتر من خمسمائة شاحنة من المعبر من معبر رفح كنا بنتنشأ على اتنين سبحان الله علامة النصر يعني فوق الخمسمائة الآن ف هذا الشعب المحترم هذا الملك المحبوب من شعبه هذا الرجل الدارس للشأن العسكري استطاع أن يقوم بهذه الخطوة فالمفروض إن أنت كعالم عربي إن أنت كحد متعاطف مع ما يحدث إن أنت تقول شيء عظيم ربنا يبرك لهم الحمد لله ياريت يكتر أو المصريين دخلوا حاجات كتير والأردنيين دلوقتي يعني ابتدوا برضو يدخلوا حاجات فتلقى الموضوع انقسم إلى قسمين القسم الأول لازم فيه مصر في جملة مفيدة أنت يعني ما تشفتش الناس دخلت الحاجات بالطيارات فين طياراتك طيب وانا طياراتي ليه ما العربية طيب هو أنت عايز المعونات واللي عايز شوف الطيارة وإيا بتتنطط فوق غزة ما أنا بدخل سيادتك احنا بندخل المعونات بوسيلة نقل في وسيلة نقل ده الجزء الأولاني عشان أوريك وإحنا كيعني إخوة عرب بنفكر إزاي الجزء التاني قل لك وأنا عايزين نفهم بقى بالصالة عن نبي هي الطيارة دي قامت إزاي وراح طب يا راجل سيبك من قامت إزاي وراح إزاي ده ده فيها مخاطرة كبيرة طبعا بص للنتيجة بص للمعنى بص للناس اللي وصلواها الدواء والمية والأكل إنما طبعا يعني يوم عدوا كده الطيارة دي طلعت إزاي ما فيش فايدة عندنا دايما إحساس كده إن إحنا عايزين دايما نقلل من نفسنا ترجمة نانسي قنقر